بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزان يا جماعة مادياً لا متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية ما اثار عليكم جامد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربك رديتو. تسلمي يا هبسيت تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه حاسس انه رزقه مش كفاية. بتعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبطلش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عنكو. ربنا يكون في عنكو لو الكروت دي مزبوطة. شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين. الميزان شايف شريكو. زي ما تقوله اتكشف على حياته. تفاهمين قصدي? او الله يا مسحول. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقوله موقفش جنبه. ما زندوش كويس. اه ما استوعبهوش. في حاجة حصلت يعني الميزان حاسس انه هو الطاقة ما بينكم فيها ايه? الطاقة فيها شغل جديد. مش عارفة ايه اللي مجيبها في علاقة عطفية. اما مرسيا نونة. فيها فيها حاجة بتتصلح. في حاجة هتحصل. اه في وضع غلط بيصلح. تمام? زي ما انتم شايفين. ما يسكشف وشو بيصلح. اه صح? اه. شريكك عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مادية. مش بس آآ آآ مستقرة. لا 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 دعاية صراء. يعني هو ضغط عليك ضغطة جمدة جدا. خلينا نقلب الاية. انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هاي اللي بتشتغل مش هاي اللي بتسابورت. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها فطاقة جديدة. ما بتنامش من كتر التفكير. ما بتنامش من كتر القلق. حاسة منها آآ شريكها بان على حققته. آآ الطاقة ما بينكم فيه حاجة بتتصلح فيه حاجة بتتغير. آآ شريكك عايز ايه? عايز يعني ياخد كل حاجة منك يعني عايز كتير. عايز كتير. آآ طلباته كتير والديمانز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان? عايز يعتمد على نفسه. واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتده يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفوا انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد. او ان هو يستغنى عنك. او بيحاول يستغنى عنك. ساعة هتكشف على حايته. شايفك ازاي شريكك? شايفك ازاي? شايفك حطت هدف. شايفك حطت هدف ورايح عليه. والهدف ده انت عايز تروح للامان. يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد او او ليه مزعل الميزان بالشكل ده? بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزاني. الامور لو تصلحت ان شاء الله هتتصلح. بصوا باذن الله جايلكو فلوس. في تطور في الحالة المادية. كويس? حيرجع او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي? هان يا ميزان انت هتقبله? خلي بالك ان هو موقفش جنبك كما يجب. انت حسيت انه هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت اضرب بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله بازن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب حلله بس نوقف معايا حتة حت. مش عارفة لي جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معاك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه ان هو موقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انا نصيحتي ليك سيبك بقى متروه خالص. بليس ما تقبلوش. بليس ما تازم يا عبدالله. شكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم. وحاجة برا الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقك ويتمملكه على الف خير. هلخص القرية بسرعة. الميزان عايز باب رزق جديد. رزقه وحاسس ان هو مش كفاية. عنده مشاكل واضطرابات نفسية جديدة جدا ما اثار على نومه. وقربت الاثر على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتتدور. بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكو ازاي? حاجة كانت مصطورة وانكشفت? او مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. فيها حاجة بتتصلح. اوكي? اه شريكك عايز ايه? عايز حلم من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هذا الموضوع. مينة انو شاك انت بنت ولا ولد. اه بصي حبيبتي. الرسالة دي طويلة جدا. عمليها قاقي وبعتيها للصفحة وهحاول ارد عليك. والكلام ده المينة بس يا جماعة. انا هنوه عن موضوع ده بعد الاراية. اه شريكك شايفك ازاي الميزان? انت عايز تروح لبرى الامام. انت وبتسعى. شايفك بتسعى. يعني مش وقف مكانك. وحدة كويسة قوي قوي قوي. شايفة قدامي ان شاء الله بازن الله حلمة دية هتطور. تطور جامد. مش وحش خالص يعني. اه وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفة بعد دي كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. اه ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفة بعض ومش شايفة في رأي ميزان. يمكن يكون في اه عقبة او يعني مطبه. عين كده بس مطب صغير. اه يمكن يكون شريكك اه تعب. من الانتظار. اه من الظروف. هو كمان. مش عايزة برضو يسيء اصدنب شريكك. ممكن يكون فعلا اه تعب من حاجة معينة. اه وتقطو قرارة تخلص. فان شاء الله هيجد جديد. بازن الله هيجد جديد في العلاقة وبازن الله علاقة تتحسن. طيب. سؤالها في السفر ولا لا للأسف مش شايفة سفر. الشهر ده مش في العموم. مش شايفة مش شايفة سفر. انا شايفة قدامي ان هي بحرب شديدة. وربنا يكون فعناك الصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك. ربنا يعينك بجدد. اه. حالة متضهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم. لكن واقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معاها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لواجهة شكلها ايه? هتتبح بقى. بس دي ماس كسيف. وهتطير بقى. هتطير الرئاب. متجوزة. طب في اي حاجة حصلت من ناحية الزوج? لان شايفة الدنيا نيلة خالصة. شايفة خسارة حصلت. اما خسارة مادية او خسارة شخص. اه. شايفة قدامي حصلت شديد او زحر تفارت الشيطان. كان بقى له كتير مطلعش مش عارفة ليه طلع. اه. اه. اخلص انتم الاتنين رديتوا عليا طب متجوزة. طب في اي حاجة تانية. بصي اللي انا شايفاي حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عم هتتشتغلي ولا لأ. لكن صح قلبك يا بليل. يمكن تكون يمكن هتبتدي شغل جديد. انا شايفة ان انت بتعتمدي على نفسك ماديا. وانا قايت برافو برافو برافو. شايفة قدامي انهيار لبرج الشكل في حاجة كانت كنتي حطة يعني صورة لشيء وحتبتدي الصورة بتباني على حقيقتها حاجة بتنهار وبتظهر وبتظهر على حقيقتها. انهيار البرج. طب الحمد لله. خلاص. بسم الله ما شاء الله عليك يتملك بعقلك. شطورة. بصي بقى حبيبتي. يبقى ان شاء الله الكرت ده احتفال. واحتفال بدا. انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا. او اه في حاجة عندك هتحصل في في المادة. لكن التطور المادي بطيء يا جيم. التطور المادي بطيء. حاولوا انك يعني تقتصدوا شوية وتسجبوا في الحاجات المعقولة. وخلي بالك مجدرة الحسد ده عندكو حسد. لكن ما شاء الله عليكي انت بمواقن يعني. بصي ده. اه قوية ما شاء الله وقفة بثبات. وعندك توازن ما شاء الله عليكي. وشايف اهو ده الشريك الحمد لله من ان العلاقة كويسة. شايف الشريك بيقدم لك حاجة حلوة. ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده. حاجة حلوة جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص. فيه شخص عندك هيبنى على الحقيقة لان الشايفة خسارة. بتحسي بخسارة. بس بس ما تزعليش ما يستهلش يعني منك انك تزعلي خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله. افتمال دا ارة. كارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل الارايات. وظهرت برضه في الاراية الخاصة. الميزان مدقن لعمل وجدا انت مدقنها لاي ان كان اللي انت بتعملي. بس سؤالك حبيبتي اذا فيه سفر. انا شايف احتفال. احتفال. لكن اه يمكن يكون ده. يمكن يكون السفر. لو انت حاجة اخذت بالنسبة لها خطوات ومستنية تنفيذ. يمكن ان شاء الله تجيلك مسلا موافقة تبتدي خطوات فيها. انما السفر بالفعل يمكن يكون مسلا الشهر اللي جاي. عموما اتمالك التوفيق.